قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياء ويتقوه حق تقواه ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراهم ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر فاعتقاد هذا العلم التام والقرب الدائم واستحضار تلك المعية يوجبان للعبد الخشية والخوف من الله والهيبة والتعظيم له ويبعثان على الحياء والخجل من مقارفة المعاصي والإخلاص لله في العبادة وإتمامها وهذه هي حقيقة المراقبة قال سفيان الثوري عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء فإذا سقيت شجرة المراقبة في القلب نمت وكبرت وكان من تمارها الطيبة تحصيل محبة الله تعالى ورضاها دوام الاستقامة لدوام باعث المسارعة إلى الطاعات الإعانة على ترك المعاصي والمنكرات تحصيل الهداية والتوفيق فالمراقبة تثمر المجاهدة والمجاهدة سبب للهداية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إدراك حسن الخاتمة فمن عاش على شيء مات عليه تحصيل معية الله وتأييده وقد قيل من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه ومما يمكن العبد من الوصول إلى مرتبة المراقبة التعرف على الله تعالى بتعلم أسمائه وصفاته وترسيخ معانيها في القلب كثرة الطاعة والعبادة فمن أكثر من ذكر الله تعالى وطاعته كان دائما لاستشعار لمعيته وقربه العلم بشهادة الجوارح عليه في الآخرة قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ترجمة نانسي قنقر